وجهة تعتبر سهلة اليوم أمام العروفة ماذا عن السماوي الفريق ليسعى لتثبيت انطلاقة القوية في بطولة الدولي في امتحان سيكون الأقوى والأبرز رام في المسابقة حتى الآن الفريق اللي ما عرف طعم الخسارة سوى في مباراة أمام النصر في الجولة الثانية لكنه تعافى سريعا وانتصر على عدمان وتعادل مع الوحدة لذلك رهان الأول على مهاجم المزعد يوسوفون ياكا تيم اللي أحرز أربعة أهداف في بطولة الدولي وسجل اسمام واحد من أبرز الاسمام واللاعبين في الجولة الأربع الماضية الموجهة انطلقت ما بين الفريقين شباب الأهلي يبدأ عليمين السادة المشاهدين في ألوانا الحمراء في هذه المباراة وفي هذا الإخام بينما نادي بنياز الفريق اللي يرتدي اللون السماوي في هذه المباراة في يسار السادة المشاهدين في شعوط المباراة الأول مشاهدين متابعين في كل مكان الأسماء التي يدفع بها المدرب سوزا والمدرب أيضا الآخر المدرب جواو بيدرو سوزا المدربين المرتغاليين فائد ضلحاني في حراسة المرمى بالنسبة للسماوي في هذه المباراة أندري فوركا دوا فيكتور خميس المنصوري فوزا عوانا لازار ماركو بيد واللعب أرنود سايلي يوسوفون ياكاتيم وزهيل النوبي في المقابل شباب الأهلي يبدأ بحمد المقبالي في حراسة المرمى بوكتان بلانيت سعيد سليمان رينان فيكتور لوكا كارتابيا يوري سيزار كليرمي فالا ريكيل بيف واللعب كاسكاردو والسردار أزمون هذه الكتيبة وهؤلاء هم اللاعبين والكرة انطلقت والمحاولة مرت وعدد عدد مرة أخرى الطاقم التحكيمي في هذه المباراة وفي هذا اللقام عندنا حكم ساحة الحكم نواف الزيودي مساعد أول سمت عبيد مساعد ثاني مسعود حسن حكم رابع زايد العلقي وحكام الفيديو فيرناندو الرابليني حكام الفيديو في هذه الجولة حكام البار كلهم أجانب المتواجنين مساعد حكم الفيديو أحمد النقبي ومقيم للحكام الدولي السابق محمد عبد الكريم تحياتي محمد الشامسي ومباراة نتمنى بأن تكون مثيرة وجميلة كما هي العادة في لقاءات البريقين وكما هي العادة أيضا في مباريات بنياس في هذا الموسم وكذلك أيضا مباريات نادي شباب الأهلي البريق اللي يقدم كرة قدم موجومية ومستوى رائع في بطولة الدولي في هذا الموسم شباب الأهلي البريق اللي يعتبر من الأقوى هجوما ب13 هدف يبقى طبعا الأقوى نادي النصر اللي عنده 14 هدف بعد مرور خمس جولات اليوم نادي الشباب الأهلي في حال تسجيل هدف في هذه المباراة راح يتساوم مع نادي النصر وراح يكون الأقوى هجوما بالتساوي مع العميد النصراوي كرة متعود للمحاولة وصلت إلى يوري سيزار 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 نقلها عرضية عالية بالرس لك الكرة مرت والمحاولة من ساردار أزمون ساردار أزمون ارتقى في اللفتة الأخيرة والكرة مرت والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى هذا الساردار هنا الارتقال اللي كان موجود من سردار أزمون والكرة التي عالت العرضة بقليل إلى ضربة مرمى التأديد الأول للفرسان في شوط المباراة الأول في محاولة أولى من أجل التسجيل في هذه المباراة وفي هذا ألقات وأو بيدرو السوزة مدرب بنياز قال بأن الفريق جاهز ومتحمس لخوض هذه المباراة وهدفنا يا سردار تمرير كارتابيا سدادها الكرة مرت والمحاولة بتعديم إلى ضربة مرمى قال بأن الفريق جاهز وهدفنا هو الفوز وحصد النقاط الكاملة هذا هدف نادي بنياز في هذا المباراة وفي هذا اللقاء في إدرو السوزة قال مواجهة أمام منافس عنيد نعلم بأنهم لعبوا قبل أيام قليلا لكن لديهم العديد من اللاعبين المميزين لوكا يلعب لكرة لكارتابيا كابتن والقائد تمرير إلى يوري سيزار سيزار في الجهة اليسرى محاولة إلى يوري يوري وصلت بالا هياها ليستردار لك الكرة طالت عادت مرة أخرى موقدان بلانيت موقدان استلم كرة فريق يفرس سيطرتا سوزة وكتيبة بالا والمحاولة يلعب لكرة لان إلى ريكالمي ريكالمي في الأمام إلى بالا بالا والكرة العرضية بالا انتظر نقلها لكاس كارتو لك الكرة تتخلص لديه وقته بعد عادت مرة أخرى موقدان بلانيت بلانيت سيليوري سيزار نلعب في ملعب واحد في جوط المباراة الأول في الدقائق الأولى رينا يفرس سيطرتا يدخل في الأجوام يعطي إشارة للاعبين ديبالياس بأننا قادمين من أجل الانتصار والتعويض وسنلعب بكل فوتنا في هذه المباراة من أجل الضفر من الخاطر كاملة والوصول هنكون بها صافرة وفيها خطأ فواز عوانا فواز عوانا اللي يبدأ موسم جميل حتى هذه اللحظة بطاقة صفرة يتحصل عليها اللعب لوكام لوكام هو اللي يعرقل أو يرتكب الخطأ عفوا وحكم المباراة يشهر بطاقة صفرة في وجه اللاعب لوكام جوهان يلعب بجانب أندري بوركام اللاعب السويدي كرة وصلت سالعة حريس المارمة 21 سنة يوهان يوهان إدوارد المدافع القادم من هذه الجسيرة من أجل تقديم الإضافة لعبنادي أيضا جوتنبور هناك في السويد والكرة بتعود في الخل محاولة وصلت إلى لوكام لوكا ضابط لقاع لعبنادي كريستال براس تمرير لسعيد سليمان وصلت المحاولة في الأمام إلى يوري سيزار حاول الكرة مرت والمحاولة من جواو فيكتور أبعدها إلى ركلة روكنية باول السوزة قال موجهة منيات صعبة لأن هامان فريق يملك متموع كبير من الأسماء المميزة ومنافس منظم لديه اغتزام تكتيكي واضح وقدرة كبيرة على بناء الهجمات المرتدة يعرف أن السماوي راح يعتمد هذه كرة عرضية بوقدان بلانيت لكن تتخلص اللي وتبعد عادة مرة أخرى حايرة اللعب ماركوبيتش ماركوبيتش تمريره في الأمام لازار تتخلص وصلت محاولة انطلاق لام لازار لازار يراوه فيها لازار يغير الانتجام تمريره لتعب يكتر جواوي يستلم كرة جواو المحاولة لمسه في الجهة اليوم الكرة من آرنود آرنود الوانزبام يعود من كرة في الخل نقلات قصيرة اللعب القادم من الكونغو الديمقراطية صعب 27 عام لاعب نادي أعلان ياسبور وقبل ذلك مع نادي آميام ونيس في بطولة دور الفرنسي في الليج وقبل ذلك أيضا بدأ مع نادي نونسي هناك في فرنسا كرة في الخل محاولة وصلت اللاعب يوهان يوهان إلى فواز عوانا قاطية من أمام سردارة زمول كلير ميبالا خميس المنصوري اللاعب اللي أيضا تم استدعاء لقائمة التخمنا الوطني ورب تعود الآن في التجمع القادم أسماء عديدة ولعبين كتر استدعاهم باولو بنتو تأبرير ليسوم يكتي باولو بنتو استدعاء ناصر في التجمع القادم لأطولة أو لأموشيات المواهدة لبطولة كأس العالم عشرين ستة وعشرين والمبرأة القادمة يا بالا راح تجمع منتخمنا الوطني من المنتخم لكل الشمالي دعوة لجمهيرنا للحضور والوقوف خلف بيضنا الإماراتي وإن شاء الله نشوف على موطننا الغالي يورفرف عاليا كعادة في المسابقات العالمية كراويا في بطولة كأس العالم القادمة عشرين ستة وعشرين كراويا تعود الان طويلة خالد عيسى القائمة ضمت خالد توحيد علي الصيف عدري محمد محمد العطاس خليس المنصوري الحاضر بياد المباراة وكوامي وخليب الحمادي وزايد وخالد الضرحاني وعبد الرحمن صالح عصام فايز وطحنون وعبد الله حمد ومكازي ويحيى نادر وعلي السالمين وعبد الله إدريس وميلوني يحيى الغساني أيضاً أحد العناصر الموجودة في قائمة نادي الشباب الأهلي في ذكات ابو دلام محارب عبد الله أيضاً موجود في ذكات ابو دلام وهنا أيضاً الحديد عن المؤتمر القادم هنا في العاصمة أبو ظبي قطارات الاتحاد تستطيب المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية من الثامن إلى العاشر من أكتوبر في مركز أدنك في أبو ظبي في الأيام القادمة قرب تعود في الخلف بوكدان بلانيج يستلم كرة ويلعبها في وسط الملعب لأمام محاولة قائمة نمسة عن طريق اللعب كارتابيا كارتابيا غير الاتجاه تعود مرة أخرى محاولة لبالا بالا نمسة من بالا للوكا لوكا ستلم كرة تالي بوكدان بلانيج بوكدان بلانيج في الخلف يوصل الملعب كاسكاردو كاسكاردو يغير الاتجاه تمريره إلى ريكالمي ريكالمي شوفوا كلمي على قول يأتي في الأنهار ساحل المسور واحد من أمتع الأعبين اللي ارتدوا قبيص المنتخب الأرجنتيني والبوكا وبرشلون وبياريال وتجاربا الرائعة صحيح تبدأ أن نشوف ذاعب قيمة أخوار رومان ريكال الآن هذا أخذ الأسم إن شاء الله أنه يأخذ شيء من مستوى تبديل 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 الضراري اللعب صاحب القبيص رحمة ستة خلف الحوسني دخل إلى أرضية الملعب تبديل أول خلف الحوسني تسديد على الطاير راحت من كارتابيا إلى ضربة مرمى ضربة مرمى في اللقطة وفي اللعبة الماضية كرة لم يفتع فيها النجاح وضح لوكا تحصل على البطاقة صفرة في شعط المباراة الأول والشوط الأول اللي شاهد أيضا تبديل بادري لنادي بنياز تبديل الطراري بخبيص المنصور هيطر قردية الملعب تعرض الإصابة بسلامة إن شاء الله للخبيص ودخول اللعب خلف الحوسن ترى ملعوب الأنقل أمام أول عدد إلى رميان تماس رميان تماس هذا لوك أو هذا بوكدان بلانيت خرمي التماس اللي مطرعت نادي بنياز بريقا يحاول لأنه يخطب له هدف يتمنى بأنه يفعل ذلك من خلال هذه اللعبة هذه الكرة من رينان خلص رينان عادت مرة أخرى جولة انطلقت وقد تكون الجولة الأكثر تسجيل الجولة الماضية بـ 29 هدف لكن هذه الجولة انطلقت بالأمس بأهداف عديدة سجلت بالأمس يعني أربعة في مباراة النصر وعجمان سبعة في مواجهة الججيرة ودب الحصن هذه 13 هدف وثلاثة في مواجهة كالباب والبطايح وسبعة أيضاً سجلوا في مواجهة الوصل وخور بكار يعني 23 هدف في أربع مباريات وعندنا متبقي ثلاثة مواجهات من ياس شباب الأهلي شارج والعروبة والقمة المنتظرة في استعدها زاع بن زايد العين في مواجهة الوحدة سوزا في مواجهة أيضاً مواطنة في هذا المباراة وفي هذا اللقاء كل المدربين أكيد ينشد الفرحة والانتصار عند نهاية الجولة الخامسة كرة عادت مرة أخرى رينان سلم كرة رينان لعبها الإيريك كيلمي إيريك كيلمي إلى بالا بالا وهنا لك الأدفة أيضاً والصامرة يوجد مسك البطاقة الصفرة تظهر على اللعب مواز عوان زيود نووم أشهر البطاقة الصفرة وإنراض وامتعاض من مواز عوان ربما رح يكلمه الكثير عن هذه أدام في هذه المباراة سوزا أحميضاً نجوم سوزا كان محلل هنا في موضب الرياضية وسوزا سبب وأن تعلق كلاعب خط وسط مدافع في نفس المركز الذي يلعب فيه حالياً مواز عوان معنات سبورتيك لشهولة مع اليوبي مع بروسيا دورتبوند والكرة منقولة الآن محاولة راحت إلى ضربة مارمام الإنتر بارمام بانتانايكوس وسبانيول والمتخب أيضاً البرتغالي وتجارب عديدة آخرها مع نادي سالر نتانا الفريق اللي ودعو أصبح الآن في مصاف السيريا بي في بطولة الدوري الإيطالي لكن خبر ذلك مع أفلامينغو المنتخب البولندي وبوردو فيورنتينا وبازل والإستر والسوانزي والكيو بي آر يعني تجارب عديدة لهذا المدرب اللي في عالم التدريب يقود نادي شواب الأهلي في المنبرات العاشرة سبع انتصارات تعادل وحيد وهزيمتين تعرض للهزيمة أمام الخراقة وتعرض أيضاً للهزيمة أمام نادي نصف في اللحظات الأخيرة الكرة في الطول بتعدي إلى رمية تماس كمدرب وكلاعب فاز فاز بي بي بسري آه بكوبا إيطاليا بالسوبر مع اليوبي مع بروسيا دورتموند أيضاً بي 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 شامبيونز في 96-97 ومع المنتخب البرتغالي كان ثالثاً في بطولة اليورو 2000 وكمدرب فاز ببطولة الدولي مع نادي بازل ويتمنى بأن ينتصر أيضاً برابع البطولات كمدرب في الفترة القادمة مع نادي شباب الأهلي وربما يبحث عن الأكثر كرة بتعود مرة أخرى محاولة لكاسكاردو كاسكاردو يستلم كرة تلعبها لريكيلمي ريكيلمي ينتظر ريكيلمي نقلة إلى بالا بالا استلمها بجانب كارتابيا كارتابيا والمحاولة كارتابيا غير الاتجاب إلى سعيد هذا يوري سيزار يوري تزديده لكن حارس المرمى لا يجد أي صعوبة أمسكها بكل هدو حبيب العريل لا هذا سعيد سليمان هذا سعيد سليمان هو صاحب التزديد الماضي وكرة سعيد سليمان كانت مفاجئة كرة سعيد سليمان نعم كانت مفاجئة في شوط المباراة الأول تزديده من اللاعب اللي يعتمد عليه كأساسي صاحب الخمسة وعشرين عام اللاعب اللي يلعب مباراة رقم اميا وستة واربعين في كل المسابقات في مطولة الدوري هذه هي المباراة رقم سبعة وسبعين ويبحث عن هدف الثالث آخر ثلاث مواسم ما سجل ولهد أيضا عير فترة لنادي عجمان وعاد مرة أخرى لارتداء قميسة المرسان لوكا اللي يوري سيزار يوري تمريرا اللي بالا بالا يمحض عن زميل بالا والكرة العرضية المنتظرة بالا لعيب 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 يا بالا نقلة عرضية لأكركرة تتخلص زيدر مينبورغ أخلصها عادة المحاولة لمسة لريكلمي ريكلمي إلى كاسكاردو كاسكاردو يسلم كونتا كاسكاردو يضطر العودة في وسط الملعب إلى لوكا ضابط لقاع لوكا ورم تعود محاولة لمصلحة بوكتان بلانيت وإلى أمامية لأمام محاولة قائمة لنادي بنياز أرنود نواتسفا أرنود نوسامبا نوسامبا بنا بتعود لاندي جوا بيكتر 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 طلق فيها بيكتر شدادها أكل مقبالي موتوط المكان المناسب أمدا لم يجد أي صعوبة في المساك من الكرة الماضية السلام إن شاء الله ليبغالا ساقط على أرضي عند المرأة إن شاء الله يعود مجابة معافة يكمل هذه المباراة ويكمل هذا اللقاء إصابة تعرض لها خميس المنصوري أرسان المكتوب جماهير الشباب الأهلي حاضرين في هذه المباراة وفي هذا اللقاء عشرين دقيقة بالمقابل أيضا جماهير نادي بنياسي وتواجدين في جوة المباراة الأول وينشدون الفرحة في هذا اللقاء وفي هذا المساك شوف اللي ليس أخر منه كتيبة كتيبة مرعبة الأسماء المتواتذة في تلك المدلاء حارف بولستنبور يحيى الغساني وسواريس كتيبة تجعل المدرب لا يفكر أبدا في كيفية الدفاع فقط يفكر كم يستل في مرمى المنافسين في ظل وجود هذه الأسماء هؤلاء اللاعبين والعناصر المميزة يختل من نمسا ومن أيضا اللاعبين أن يكونوا تراجعوا للغلب دعونا ندافع ونلعب على الهجمات العلسية لا لا هذه الأسماء وأؤلاء اللاعبين بإمكانهم أن يكونوا حاضرين ومناغسين في كل البطولات المحلية والقارنية كرة بتعود الآن لماركو ميت تتخلص الكرة وتبعد قررت وعدت إلى رمي التماس قررت الكرة وعدت إلى رمي التماس هذا مكان اللاعب اللاعب اللي تخلص الكرة الأخيرة لرمي التماس لمصلحة الفورسان عادة عفوا للسماوي بالخلف ليوهان خلف الحوسني حوسني لعب الكرة في الأمام نوسط الملعب تمريره عن طريق لعب كارتابيا كارتابيا لمسة من كارتابيا في الأمام محاولة يوري سيزار سيزار عاول فيها لكن الكرة تتخلص هل تعود مرة أخرى لمسة لان لسردان أزمون أزمون يلعب كرة إلى يوري سيزار وهذا سعيد سليمان عنده لوكا لوكا استلم كرة يغير الانتجام لكاسكاردو كاسكاردو يغير أيضا الكرة تمريرها خاطئة وصلت إلى النوبي لكن كاسكاردو يصلى خطاب ويستعيده بشكل سريع عادت إلى لوكا ماركو بيت لمسة أمامية بوكدان بلانيت هي خلص الكرة الأخيرة بشكل سريع ثم المحاولة ابتصل لكارتابيا استلم كارتابيا 23 دقيقة والأمور لا تزال سلبية ما بين الفريقين في هذا اللقاف آخر مواجهة ما بين الفريقين انتهت بانتصار للشباب الأهلي في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف وآخر مباراة كانت في هذا الملعب لذفور رقم 11 وقتها انتصر شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد هذا يوهان خمسة من رأة ناتحة بينما الصورة على بوكدان بلانيت بوكدان بلانيت 24 تمريرة واحدة فقط خاطئة أرقام يتم وضعها في شمط المباراة الأول بعد مرور دقائق قليلة في هذا المسام معدل أعمار أيضا لعبي نادي بنياس 28 سنة بالمقابل 26 عام فقط للاعبي نادي شباب الأهلي كارتابيام الكبتن والقائد ينطلب بها كارتابيام لعب لكوريلا ساردار أزمون 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 غير الاتجاه لم تصل لأحد عادة سهلة عند حارس المرمى في هذا المن عام العرين حارس المرمى اللي يرتدي القميسة رقم خمسة وخمسين نفس القميسة ونفس الرقم اللي اللي ارتداء قبل ذلك مايد ناصر وعليل صيف وإلى أن أيضا نضر حاني وكلهم فريجي نادي الفجيرة كرة وصلت لان شعيد سليمان لوكا لكارتابيام لألمام كاسكاردو كاسكاردو لم يجد أحد يضطر العودة إلى الخلف يوصل ملعبا دريقا لعب لوكا لوكا سلم كرة حفرة وأسم وقيمة وقام اللعب الصعربي لوكا واللعب اللي أيضا يدفع باليوم المدرب كأساسي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء سعود مرة أخرى محاولة وصلت إلى السهيل النوبي عرضية خلف الحسري وبعدد الكرة من أمامه على بيس سعيدة عادة من خلف لمسرعة اللعب يوهان أو هذا أندري بوركا الروماني اللعب اللي حضر لتعويض رحيل ساشا اللي انتخل لارتدار خميص هذه الوحدة تبعوا بيكتور هذا يوهان واحد وعشرين سنة ليوهان لاعب لمدر المنتخب السويدي للشغف ومع مستير فقط مع بنياس يجد الفرصة اليوم والمدرب يتعبت كأساسي في هذا اللقاء وقدان بلانيتش تبريرة ومحاولة 26 دقيقة والأمور لا تزال عند التعادل السلبي ما بين البريخين ودائما موجات البريخين تحضر فيها الأداء من وصلت لكارتابيا كارتابيا يعود إلى موسم عشرين واحد وعشرين في مواجهة كانت مؤجلة من أسبوع رقم أربعة وعشرين مباراة انتهت سلبية ما بين هذا وذلك قبل ذلك أيضا في عشرين عشرين مباراة كانت سلبية ما بين البريخين سوزا يلعب كرة في الأمام وحاول خاطئ وصلت لكارتابيا إلى سردار لك الكرة جمعة كارتابيا رقمها الكرة فيها بعد عادت مرة أخرى محاولة تمرير إلى يوري سيزار 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 بتعني بابانا عاد إلى بابانا لعيب يبانا لك الكرة الخاطئة عادت مرة أخرى السيل النومي انطلاق من اسهيل مراح اسهيل يرامغ اسهيل الكلمي وبطاقة صفرة الكلمي والبطاقة الصفرة ثالث البطاقات الصفرة في شوط المباراة الأول ثالث بطاقة الصفرة يشرح حكم المباراة نواب زيوني على اللعب ريكلمي هو من يتحصل على البطاقة الصفرة ريكلمي هرنانديز اللعب اللي يرتدي القميس رقم 16 21 عام لاعب ليناتي كروزيرو وبعد ذلك معنادي دوم بوسكو ولا معنادي الشباب الأهلي واللاعب اللي أيضا عاشق الورسان أكيد ينتظر منه أداء أفضل وقيمة أكبر اللعب اللي ولد فيه كويابا والضبط لفريق الشباب هناك في كويابا وبعد إعجاب بما قدم تحت 15 سنة وقع عقدا احترافيا في 2019 وتم تعارة علي نادي وكروزيرو كرة وصلت الان من الأمام محاولة فيها صافرة وفيها خطأ وصفوط على أرضية الملعب والسلام إن شاء الله السلام إن شاء الله السلام إن شاء الله للناعب ساردانا زمود يعاني من الإصابة إن شاء الله يعود مشافة محافة يكمل يكمل الدقائق القادمة و الكونينج بريك دقيقة لشرم المياه في شعوط المباراة الأول اللي لا يزال مستمرا في النتيجة البيضاء السلمي ما بين الفريقين حديث أيضا ليس أزام مع اللاعبين وجمهين الفرسان الحاضرين في هذا المبرام وفي هذا اللقاء قوة الحمراء الأهل اللي يجينا من كل مدينة دحدي خاص ما بين المدرجين في شعوط المباراة الأول أجواء جميلا الأجواء بدأت حسن على فكرة في هذه الأيام وأعتقد أنه من بعد التوقف القادم إن شاء الله أنه راح نحقق فيه انتصارين ورح نصل إلى النقطة التاسعة مع بيضنا الغالي الأبيض الإماراتي ما أعتقد أنه راح تكون في دقيقة الكولينغ بريق في الجولة السادس أعتقد ذلك بإذن الله أجوة أصبح تأفضل والدقيقة هذه التي انطلقت في 2014 لأول مرة في مدرد دكات العالم هناك بالبرازيل وهنا بعض اللمحات واللقفات وردات الفعل من جانب المدربين المدرب المرتخالي سوزا وسوزانيو تنافس خاص وبين هذا وذاك استراحة التبريد انتهت الدقيقة انقضت والنتيجة لا تزال سلبية ما بين الفريقي في شعوط المباراة الأول كرة تعود الآن إلى رينان رينان نقلها إلى ريك ألمي ريك ألمي لكن كرة مرت المحاولة أيضا عدت إلى رمية ثبت تمرير طويلة لبالا تقوط على أرضية المناط حيث المرأة مر بالاستمرار عادت مرة أخرى 23 هدف سجلوا في أول أربع مباريات هل هناك أهدافاً أخرى راح تسجل ممكن أنه من خلال هذه الجولة راح نقصر الرقم اللي ستل في هذا الموصل تهديفية بالا 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 تمرير من بالا لعب لك كرة إلى يوري سيزار سيزار سددها لكن كرة تتخلص أيضاً وتغير عرّت المحاولة وأبعدت لرمية ثماس 32 دقيقة هذه كرة وهنا المحاولة من بالا بالا لعب لنا يوري سيزار سيزار انطلق نقلها عرضية ويوهان اللي أبعد الكرة الماضية إلى ركلة رمكنية يبقى طبعاً لعب الأعلى قيمة سلطية في قائمة نادي بنياس اللعب أندريب غوركا الروماني بالمقابل سردار زمون الإيراني هو اللعب الأعلى قيمة سوقية مع نادي شباب الأهلي راكلة ركنية تلعب سريعة عدد في الخلف محاولة لريك ألمي لعبها أمامياً بالا وهذا بوقدان بلانيت سلم كرة بوقدان 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 حاولت عدت مرد إلى ركلة ركنية جوا بيكتر هو اللي خلصهم من أصر عديد على فكرة ارتدت قميص الفريقين واحد منهم اللاعب الموجوز لكة مدناء شواريز محمد جابر وبيدرو كوندي ويوسف جابر وغيرهم من اللاعبين اللي ارتدوا قميص الفريقين في بطولة الدولي كرة ملعوبة الآن عرضية على المحاولة بروس هدف أول هدف أول لوكا يسجل لوكا لا تعرف الخطورة التي من اين لوكا يسجل أول اهدافه في هذا اللقاء يفرح الفرسان والشباب الأهليم قادم من أجل الانتصار عرضية حريرية من كفتابيا والرأسية من لوكا لوكا اللي يدون أول أهدافه ويضع بصمته الأولى في دوري عدرك للمحترفين السربي يسجل أولاً هذه المرة بالرأس اعتدنا أنه يسجل من قرات ثابتة من تزديدات قوية لكن رأسية كانت قوية في شبك حارس المرمى واحد لا شيء لوكا يسجل أول الأهداف في شوط المباراة الأول عرضية كانت رائعة حريرية منه اللعب كارتابيا والارتقام من اللعب لوكا اللي وضعها بالشباك ليفرح القوة الحمراء بهدف يأتي في شوط المباراة الأول واحد للفرسان لا شيء الكرة بتعود الآن إلى يوري سيزار وسيزار سنددها لكن الكرة بتعدي يا يوري الكرة بتعدي يا يوري إذا هبت رياحه فاغتنمها هذا هو شعارهم في هذه اللحظات يبحثون عن هدف آخر في شوط المباراة الأول في هذا المساء حتى يصعب المهمة ويقضون على الأمل نادي بنياس في العودة إلى اللقاء ما بين حلم هذا وأمل الآخر ننتظر نتأمل بأنه شاهد دقائك مثيرة في شوط المباراة الأول للدوري هدف وبالكاس هدف والكرة بتعود الآن إلى سردار أزمون إلى سردار رجعت لها عادت إلى يوري يوري إلى كارتابيا كارتابيا يا عيني يا كارتابيا لكن الكرة تتخلص شالح حارس المرمى شالح حارس المرمى أبعادها عادت مرة أخرى الكرة فيها إبعاد أندري بوركا وبعدت الكرة من أمامه سعيد سليمان حاول بها طوفان للفرسان طوفان للفرسان بشدر مباراة الأول الكرة عادت الآن والمحاولة وصلت إلى الصافرة والخطاب سعيد لك سعيد لك اللعب اللي اللعب أربع مباراة في هذا الموسم 336 دقيقة سجل أول أهدافها هذه الكرة وهنا تسجيد لك القائم ردها القائم ردها يا كارتابيا 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 الكبتن والقائد اللعب اللي يعتمد عليه اليوم سوزا كأساسي ويعطي شارة الخيادة ويقود الفريق حتى هذه النحظة لتقدم 31 عام لكارتابيا على بكرة كارتابيا هذه مباراة رقم 101 لعب أبيض مباراة مع نادي الشباب الأهل في كل المسابقات المختصة برابطة المحترفين الإماراتية سجل 35 هدف واللعب اللي في هذا الموسم سجل أيضا هدف كرة ملعوبة العرضية من السائل النوبي السائل النوبي من ياسل أن يبقى مكتوف الأيدي ماركو بيت لمسة محاولة لماركو لكن كرة تتخلص أيضا وتبعد عادة مرة أخرى في وسط الملعب النسائل سليمان يوسفو نياكاتي يحاول أن يقدم الإضافة يعرف بأن كل الأنظار عليه اللعب يوسفو نياكاتي صح بالأربعة أهداف ينافس ساردار أسمون بأربعة أهداف عادل تعرف بالأمس أيضا لم يسجل لذلك بقيه رصيدة عند الخمسة أهداف كرة ملعوبة لا في الأمام يوسفو نياكاتي لكن كرة تنياكاتي ضاعت ضاعت يانياكاتي وهنا الكراية وتسلل على اللعب يوسفو نياكاتي كطير كطير يوسفو نياكاتي اللعب اللي يعلم كيف يقتنص الأهداف اللعب يوسفو نياكاتي واللعب 34 مباراة من 16 هدف وفي مطولة الدوري من أربع مباريات عند أربعة أهداف وفي الموسم الماضي بأكملة يا سوزا سجل فقط 9 هدف في 26 مباراة هذا يحسب لسوزا سوزا مدرب بنياس بأن عرب كيف يوظفه وكيف يستخرج منه المكسيمم توقف يدروب سوزا صاحب 53 عام المدرب اللي كان مهاجم مع ريو آفي وفي عالم التدريب درب أيضاً أبو بيشتا والرايد والآن مع نادي بنياس ما عندي إجازات لا لاعم ولا مدرب لكن أرقامها كانت الأفضل مع مع الرايد كانت أرقامها جيدة مع نادي الرايد أو عفواً مع نادي فاميليكاو ونالك بمطورة الدوري البرتغال كنا ما ألعوبنا بالأمام يوري سيزار سيزار يحاول سيزار يا سيزار لاعب يا سيزار سيزار انطلر وجو فيكتور خلصوا والقرى راحت إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى نواف السيودي القرار يوجود ضربة مرمى لكن جو فيكتور اعتراض كبير ونواف الآن يعود إلى الفار ربما نتأكد من القرار هذه الكرة هذه المحاولة التي وصلت هرب 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 فيها هرب فيها بتمرير رائعة من الرائع بالا اليوري سيزار اليوري سيزار والكرة والإبعاد اللي كان موجود من الجوع بيكتور هل كان هناك تدخل باللغة الماضية هل كان هناك تدخل بهذه اللعبة لو عاد إلى الفار واتخذ القرار ربما راح تكون المهمة الصعبة على السماوي إلا إذا لم يكن هناك تدخل على اللعب يوري السيزار هذا أو هذه الأمنية بالنسبة لعشاق ومحمين هذه بنياس نواف الزيودي كان قريب ولم يرجعين الفار اتخذ القرار باستمرار اللعب بشوط المباراة الأول بعد مرور 40 دقيقة يوري السيزار اللعب اللي انطلق وراوق حرس المرمى الضرحاني لكن جوو بيكتور تدخل على الكرام في اللقاء الماضية وأبعدها هكذا يقول جوو بيكتور ويوري السيزار يقول بي أن التدخل كان على قدمه والفار موجود ودواو لا يزال ينتظر وساردار يتحدث مع نواف الزيودي وحكام الفار نذكر رح يرجع للفار رح يرجع للفار وهذا يعني بأن هناك قرار دامس تدعي من عربة الفار الكرة فيها شك بوجود ربما خطم وبطاقة هذا جوو بيكتور والتدخل على نواف الزيودي أو على نواف الزيودي التدخل كان على يوري السيزار في اللقاء الماضي والذكر اليوم وهذه الجولة كل حكام أو كل المباريات في الجولة الخامسة حكام أجانب في بادرة من الاتحاد الإمارات لكرة القدم نواف الزيودي اتخذ القرار اتخذ القرار ما هو القرار بطاقة حمرة بطاقة حمرة وكرة ثابتة نواف الزيودي رح يشير البطاقة الحمرة على جوو بيكتور جوو بيكتور هو مختنع بالقرار جوو بيكتور لذلك البطاقة الحمرة تظهر على جوو في شعوط المباراة الأول والسماوي رح يكمل هذا اللقاء بعشرة لاعبين والأمور رح تزداد صعوبة الأمور رح تزداد صعوبة هذا يوني سيزار راوغ ضرحاني ثم جوو بيكتور حاول أنه يبعدها الصحة بالأربع وعشرين سنة اللاعب اللي يلعب مباراة رقم تسعة وتسعين تحصل على أربع بطاقات حمرة قبل ذلك هذه البطاقة الخامسة الحمرة في مشوار مع نادي بنياس واللاعب اللي أيضا في الموسم الماضي تحصل على بطاقة حمرة في الموسم قبل الماضي أيضا تحصل على بطاقة حمرة وهذه كما ذكرت البطاقة الخامسة حمرة في مشوار اللاعب جوو فيكتور اللاعب البرازيلي مع نادي بنياس يوري سيزار يتسبب بالبطاقة الحمراء والسوزة جوو بيدرو السوزة أكيد بأن الأمور تزداد صعوبة ترك أرضية الملعب خميس المنصوري مصاباً الآن يترك أرضية الملعب جوو فيكتور مطروداً بالبطاقة الحمراء لذلك الأمور صعبة على نادي بنياس في هذه المباراة ونذكر بأن السماوي يلعب بعشرة لاعبين وهو يتأخر بالنديجة بهدف مقابل لاشي كرة ثابتة ضربة حرة مباشرة كرتابية ستتها كرتابية لكن كرة تتخلص عادت مرة أخرى إلى رمية تماس رمية تماس لمصرحة نادي الشباب الأهلي هذه الكرة العرضية وهنا الإبعاد اللي كان موجود في اللعبة الأخيرة كرة وصلت إلى كاسكاردو يلعبها إلى رينان موقدان موقدان بلخل لاعب نادي أيضاً النجم الأحمر اللاعب لوكا وأندر لفت ونمياتلس وكريستال بلس وقف مع كريستال بلس في ذراس سنوات مقابل 16 مليون يورو وسجل هدف الأول من ركل الجزام على نادي أرسنال أول هدف ستنا في مرمى القانارز هناك في بطنة دوريب الإنجليزي ستنا أيضاً في مرمى هار سيتي وفي موسم الفيروس 17 الفيروس 18 كان موسم الأفضل اللي للاعب لوكا ملي بيو بيت كان هدف كريستال بلس في رسيد حشر هدف قراء عادة لاني بعلام هنا بوقدان لكن اللاعب اللي أيضاً يعني اعتزع دولياً لوكا في سن التاسعة والعشرين مالا يأتقب خطام في اللقطة الماضية ونعب موركام هو اللي يتحصى عن خطام كوربال عبرا بن عمام محاولة انطلاقاً قادما بوقدان بلانيت خلصة بوقدان إلى رمية إلى رمية تماث أرنود وانسانبام خالف الحسني يعوذي للخل للاعب بوركا بوركا عندي تمرير عمامية بوركا واحد وزراتين عام دعب لنادي اللوخ دود وقبل ذلك أيضاً مع عديد العدية ومع نادي بنياس ومع المنتخب الروماني أيضاً في درادم وثلاثين مباراة مع سوزا سوزا نهلي يتموق على سوزا بنياس في جوة المباراة الأول ست دقائق ومتسبة الضايا كرة تعود الآن إلى يوري السيزار ساردار أزمون استلم كرة ساردار ينقل كرة في الأمام محاولة بالرأس لكن تعود تمريراً إلى يوري سعيد سليمان يبعد عن كرة العرضية عادة الآن إلى كارتابيا كارتابيا ضابط لقاح تمريراً إلى لوكا صاحب الأدف الوحيد كارتابيا ينتظر اللعب لسان بتسجيل آخر أربعة أدف لشباب الأعليف دولي أجنب سجل هدف وصنا ثلاثة كرة وصلت إلى كارتابيا صانع سعادة في كتيبة الفرسان عادت مرة أخرى لمس إلى ريكا المي ريكا المي والمحاولة ريكا المي في الأمام الكرة العرضية المنتظرة ريكا المي نقلها عرضية راحت في الجانب الآخر إلى يوري السيزار يوري يوري في الخلف للعب لوكا لوكا إلى كارتابيا إلى لوكا مرة أخرى لوكا بتمريره في الأمام إلى سعيد سليمان ستت لكن كرة سعيد سليمان راحت بعيدة إلى ضربته ضربت مرمى في اللغطة وفي اللعبة الماضية لمصرحة نادي الشعباب أو لمصرحة نادي بني أسادي تمريره من بؤلة إلى يوري السيزار ما كان فيها تسلل والانطلاق اللي كانت حاضرة من يوري السيزار والتدخل اللي كان من جواب يكتور والمطاقة الحمرة التي أشهرها حكم اللي كان هوب السيودي على اللعب جواب يكتور كنا من العبنا محاولة سلسة من التمريرات اللعبين هذه الشيباب الأهلي لمسة أمامية ماركو بيت بيخلص ماركو بيت يعود للقيام بأدوار دفاعية ويسلي في وسط الملعب اللي أندري بوركام بوركام مضيلة في الأمام يوصفون يكاتي ينتظروا مننا أكيد المحاولات القادمة وهو ينتظر أكيد هاكرة وهجم عكسية مرتدة سريعة يسجل من خلالها هدف التعادل وإعادة الأمور إلى نقطة البداية في جوة المباراة الأول في ظل هذه الظروف الصعبة بالنسبة للسماوي في هذا اللقاء كرة عادة الآن ريك ألمي عادة إلى كاسكاردو كاسكاردو في وسط الملعب محاولة لرينان رينان بوقدان إبنان يتشيل رينان رينان إلى كاسكاردو سيطرة طولية عرضية في جوة المباراة الأول أفضلية واضحة هل كرة ملعوبة الآن إلى بالا والمحاولة لكن هناك أيضا صافرة بوجود سيطرة في جوة المباراة الأول وصلت لكم ملعوبة 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 خلصوها بكل هدوء كاسكاردو إلى بالا بالا إلى لوكا اللعب اللي منتج بهدف تمرير حلوة هذه وصلت إلى كاسكاردو 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 نقلها لكن مش لأحد مش لأحد من كاسكاردو راحت سهلة لحارس المرمى هذا كاسكاردو صاحب التزديدة الأخيرة والكرة التي لم تجد أحد ووصلت لحارس المرمى الضنحاني اللي أمسكه بكل ثبات يلعب كرة طويلة يبحث عن الصناعة بهذه الطريقة ذاك المقبالي في راحة تامة حارس المرمى حمد المقبالي واحد أيضا من الحراس الشباب الصغار قادم أيضا من نادي الفجيرة اللعب اللي شاهدنا مع منتخباتنا الوطنية وصولا للمنتخب الأولمبي كرة بتعود في وسط الملعب لوكا يستلم كرة ما في أحد لذلك غير وينقل كرة لكارتابيا كارتابيا إلى لوكا لوكا في وسط الملعب إلى رينان رينان استلمها الآن رينان رينان نقلها في الجهة اليسرى إلى ريكالمي ريكالمي والكرة العرضية وبعدت راحت وصلت لي اللعب ماركوفيتش ماركوفيتش يبحث عن زميل يغير الاتجاه عليها الأمام هذه المحاولة لمساعد السماوي من أجل العودة من خلال هذه اللعبة كرة بتعود الآن الطويلة ليس لأحد للاعب أرنود لوزامبا لوزامبا حاول فيها الكونغولي في شعوط المباراة الأول كرة وصلت الآن إلى بالا بالا لعبها إلى سردار أزمون الهدف سردار 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 أطلقها سردار كرة أزمون مرت ومحاولة تعدد إلى ضربة مرمى ومعها حكم اللقاء مشاهدين متابعين في كل مرة ويدفع باللاعب أدهم حجازي اللاعب القادم من نادي العين واللاعب اللي كانت بداية وتأسيسه مع نادي الجزيرة في فترة سابقة والتنين رحلوا لنادي العين اللاعب أدهم واللاعب أيضا المهاجم السوداني اللي أيضا ننتقل لارتداء قميص نادي العين ثم بعد ذلك أدهم أرحل لارتداء قميص نادي بنياس في هذا الموسم في المقابل نادي شواب الأهلي عفوني أبدأ بحمد عبدالله بوقدان بلاني تسعي سريمان رينان فيكتور لوكا كارتابيا يوري سيزار فالاري كالميم وكاسكاردو والسردار عزمون هذه قائمة باولوس سوزا في شوط المباراة الثاني مع بدايته في هذا اللقاء هنا بطاقة صفرة أولا حكم اللقاء يحتسب الخطأ في شوط المباراة الثاني كرة كرة وصلت الآن إلى يوهان أدهم حجازي دخل بدينا لفواز عوانا في شوط المباراة الثاني كرة عادت الآن محاولة سماوي يبدأ على إمين السادة المشاهدين ونادي الشباب الأهلي يبدأ على إسار السادة المشاهدين في هذه المباراة وفي هذا اللقاء في المباراة نتمنى بأن تكون مديرة ممتعة في تفاصيلها وأن استمتعي أيضا بدقاء قرائعة ما بين هذا وذلك كرة بتعود للأمام محاولة وصلت في الخلف عن طريق اللعب يوسف للواندا أو أرنود لوزانبا لوزانبا يلعب كرة في وسط الملعب محاولة من يوهان يوهان يبحث عن زميل لأقل كرة عادت مرة أخرى سيطرة لمصلحة ناندي بنياس في شوط المباراة الثاني محاولة لعادة الأمور إلى نقطة البداية تسجيل هدف التعادل وتصعيب المهمة في دقائق المتبقية كرة وصلت الآن إلى بالا 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 في أحيان التيرة النقص أيضا يعني يولد قوة في أحيان التيرة النقص نعم يولد قوة مش في كل الأحيان النقص يتسبب بمشاكل اللاعب يشعر بمسؤولية مضاعفة وكل لعب يشعر بذلك وتشعر بأنك تلعب أمام 22 لاعب كرة محاولة ركالمي خلاص ركالمي عادة مرة أخرى ليسهيل النوبي عادة في الخلف لماركوبيت ماركوبيت ماركوبيت يحاول فيها ماركوبيت يحاول أن يمر وسط عدد من اللاعبين لكن كارتابيا إلى يوري سيزار 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 نقل هي إلى كارتابيا كارتابيا إلى يوري سيزار وتبرير إلى بالا بالا والمحاولة بالا والانطلاق تستيط لكن حارس المرمى حارس المرمى بعدها وخلص إلى ركلة روكنية برابو لحكم اللقاء نواف الزيودي نواف الزيودي في اللقطة الماضية أعطى مبدأ تاحة الفرصة أكمل الهجمة والمحاولة انتهت إلى ركلة روكنية ركلة روكنية شوف الكرة اللي شعلها الضنحاني خلص لركلة روكنية لمصلحة نادي الشباب الأهلي الفرصان يسعون لهدف آخر تبديلين أجرهم نادي بنياز دخول للعب أذهم ودخول أيضا لخلف الحوسني في هذه المباراة أذهم اللي حضر لنادي العين مع محمد عوض الله محمد عوض الله اللعب اللي كانت بداياته مع الجزيرة ومنتقل لها البداقة من صند العين منقولة عرضية محاولة أبعدت عادت مرة أخرى بوقدان اللي بالا بالا والكرة العرضية العالية مرت من أمام الجميع إلى ركلة روكنية أخرى الركلة روكنية سجلوا هذا التقدم الآن يتحصلون على ركلة روكنية أخرى في اللطة والمحاولة القادمة ضربة روكنية كارتابيا على تنفيذ لعبها عرضية عالية المحاولة بالرأس هدف ثاني هدف ثاني فعلوها مرة أخرى فعلوها مرة أخرى وعلى ما يبدو بنيران صديقة السماوي يتأخر في ملعب بهدفين وأنهدي الشباب الأهلي هو من يسجل ساردار أزمون ساردار أزمون خامس أهداف الساردار خامس أهداف ساردار أزمون الهدف الإيراني الكبير هذه الكرة العرضية الرأسية الكرة راحت اصطدت في مين اصطدت في مين اصطدت في يوسف يا كاتي على ما يبدو على ما يبدو بأن اصطدت نعم في يوسف يا كاتي النيران الصديقة تجعل نادي بنياس هنا في ملعب النار في شوط المباراة الثاني يتأخر بهدفين يوسف يا كاتي كان يسعب لتسجيل هدف التعادل سجل الثاني في شباكة من الخطة في شوط المباراة الثاني اللي يبدو بهدف الكيفية نعم يوسف يا كاتي يوسف يا كاتي هذا يعني بأن ساردار راح يبقى رصيدة عند أربعة تهداف كرة تعود الان محاولة لبالة بالة 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 لعبها تمريرة محاولة خطيرة لكنها مرت وعدت إلى ضربة مارمان كانت أبياء واحد من أكثر اللاعبين تقديما للإضاء بهذا الموسم لناني شباب الأهلي هذه الكرة العرضية والمحاولة التي مرت وعدت إلى ضربة مارمان ضربة مارمان ساردار أزمون كرة ملعوبة الآن في الأمام وحاول ليساردار أزمون أزمون لعب لكرة ليوري سيزار سيزار بنقلة تتخلص أيضا وتبعد تعود مرة أخرى محاولة للوكا لوكا يلعب كرة في الأمام لمسة وانطلاقة قادمة لبالة بالة لمسة من بالة محاولة للوكا مرة أخرى لوكا سلم كرة تمرير من لوكا في الجهة اليمنى محاولة لكارتابيا كارتابيا يحافظ عليها كارتابيا بالمهارة يحاول مر بجانب أيضا اللعب يوهان عادة المدرج على أحمر للتحرف في شوط المباراة الثاني وانطلاقة للعب لوكا لوكا الكرات العرضية كانت هي الحل للوصول إلى الشباب السماء في شوط المباراة الثاني والأمر غمس أيضا في شوط المباراة الأول كارتابيا كارتابي أول لكن أدهم أيضا بخصصة من أمامه الرمية تماس أدهم حيجازي اللاعب الذي عنده 22 عام الجزيرة العين بنياس هذه هي هذه هي تجاربا وحضورة في بخولة الدوري نفسة عمامية ماركوبيت ناقلة من ماركوبيت خاطية طويلة عمامية تبتيل قادم تبتيل قادم لأنادي الشباب الأهلي صاحب القمس رمضة وعشرين هو من يستعد لدخول عيد خميس عيد خميس يستعد لدخول إلى أرضية المرأة كاسكاردو استعلم كرة كاسكاردو لعبها إلى لوكام لوكام يبحث عن زميل في الأمام عودة مرة أخرى سيطرة طولية أمامية محاولة من بالا وقعدت الكرة من أمام بالا عادت مرة أخرى إلى يوري سيزار حاول أن يمر لكن الكرة أيضا فيها يبعاد بالا يستعيدها والكرة وصلت والمحاولة لآدهم آدهم يبحث عن زميل آدهم والانطلاق في الجهة اليسرى منقولة أمامية المحاولة فيها تبريرا خاطئة لكن بوكدان أعادها وصلت سهلا لحالة سهلا محمد مخباري وحديثة أيضا مع بوكدان أم لانيت في علاقة الماضية تنفيذات واحدة الآن راح يدفع بالأعناصر اللي راح يدفع به المدرب حارب وسعيد عزة الله وعيد خميس وعادة الكرة لكة المدلات وفيها فيها الفاريس بيما حين سعيد عزة الله حارب دبور خساني وليل عباس ركام من هالي حسن حمزة وإيغور هذه العناصر المتواجدة كرة من قولة الآن محاولة سعيد سليمان لعب لكرة عرضية عرضية المتابعة لقى الكرة تتخلص هذه وتبعد عادة مرة أخرى إلى ويتلي هناك الصافرة وخطف لمسرحة اللعب سعيلي سعيلي لاعب لعرقل في اللقطة الماضية وخطف ليعتسب لمسرحة اللعب سعيلي عيد خميس يدخل بدلاً من 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 كارتابيا كارتابيا صانع الهدفين واللقطة لا يزال الاثنين يتناقشون بوغدان بلانيت وعيد وحمد المقبالي سعيد عزة الله أيضاً يستعد لدخول إلى أرضية الملعب كارتابيا بعدما لعب مباراة رقميس مية واحد يترك أرضية الملعب حارب عبدالله سهيل يدخل إلى أرضية الملعب ريك ألمي أيضاً ترك أرضية الملعب ودخول قبل على الرأس من مدرب على ما قدم من إضافة في هذه المباراة أيضاً يصحب اللعب لوكا يريح الثلاثي وعنده فترة توقف فترة راحة في البترة القادمة فترة ما فيها شي فترة فيها تجمع لمتخبنا الوطني ومباراة زينا أمام المتخب الكوري الشمال والمتخب الأوزبكي وإن شاء الله ست نقاط بإذن الواحد الأحد والوصول إلى النقطة التاسعة وإن شاء الله نتأهل للبطولة القادمة الكرة من قول أنها أردية يا السلام يا السلام يا سنون يا كاتي يا كاتي قلص البوريك يا كاتي قلص البوريك وسيلتل الآن هدف أول في شوط المباراة الثاني سلتل الهدفين في شوط المباراة الثاني سلتل هنا وسلتل هناك وفي ملعب النار استألت نيران الآن في الدقائق القادمة السماوي يبحث عن العودة في شوط المباراة الثاني هذه الكرة العرضية العالية كانت رائعة لكن هداف هداف هدف هداف يوصبون يا كاتي سين النومي عرضية جميلة وانياكاتي يعرف الطريق جيدا يعرف الطريق نعم لذلك سجل هدف التقليص في شوط المباراة الثاني ورفع رصيدة إلى خمسة أهدام الآن يتساوى مع هذا التعراب في هذا الأنب الشوط هدفين في شوط المباراة الثاني سجلوا لعب واحد هنا وهناك عيد خميس لكن أكيد بأن هذا الهدف راح يعطي دفع معنوية كبيرة للاعبين ديمانياس من أجل عودة إلى اللقاء وربما إعادة الأمور للتعادل الإيجابي شباب الأهلي على بكل أكثر من سجل هدف من ضربات الركنية هذا الموسم قوة في الكرات الثابتة والركلات الركنية أيضا أربع تهداف سجلهم من كرات الثابتة كرة بتعود لها محاولة بالكام السيل النوبي السيل استلم كرة نقلها في الأمام محاولة قادمة تمريرها من عارنود الوازمة وصلت إلى أدهم أدهم أعادها لماركوبيت ماركوبيت من مسافة بعيدها وماركوبيت سدادها لكن الكرة مرت الكرة مرت والمحاولة عادت إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى آمنوا بأنهم يمكنهم أن يخرجوا بالنتيجة إيجابية لذلك الآن المحاولات رح تزداد بالنسبة للسماوي والتركيز أكيد رح يزيد في قادم دقائق من هذا اللقاء من أجل الخروج بالنتيجة الإيجابية في شوط المباراة الثانية نشاهد ونتابع دقائق متوقع بأن تكون مثيرة في مباراة فيها 21 تسديدة 18 تسديدة لنادي الشباب الأهلي ثلاث تسديدات فقط لنادي بنياز سجل منهم هذا كرة عادت الآن 22 واحد آخر مرة حضرت في تاريخ لقاءات البريقين كرة بتعود الآن إلى حارب حارب والمحاولة حارب والانتظار حارب عاد إلى بالا بالا لمسة محاولة من بالا الكرة العرضية لم تأتي عادت مرة أخرى لبالا بالا تمريره لسعيد عزة الله يوريسي زار سعيد فيها الأمام وبعدة الكرة من أمامها سعيد حطا عليها سعيد يبحث عن زميل في جانب اللاعب عيد خميس خميسة المم ستة وعشرين هذا القميسة اللي كان يرتدي حاتف العود سانب خميس من أمتع اللاعبين اللي شاهدنام صراحة بالمترة الأخيرة وبيجيل كان رايع لنادي الشباب الأهلي ونادي الشباب الأهلي اللي يمتلك الأرض الخصبة لأبراز المواحب والنجوم كان واحد منهم أكيد تعلم خميس فيصل خليل وغيرهم من اللاعبين الرائعين كنا بتعود الآن المحاولة وصلت في رتعة اليسرام نقل إلى باله هنا لكرايا وتلسل آخر مرة حضرت هذه النتيجة الموسم الماضي عندما تفوق الشباب الأهلي بهدفين مقابل هذا وكان متأخر بهدف مقابل لشيء لكنه قلب النتيجة آخر ثلاث أربع آخر أربع مباريات أو خمس مباريات آخر خمس مباريات انتهت بهدفين مقابل هدف في الثلاث وعشرين بنياس تفوق بهدفين مقابل هدف في الثلاث وعشرين شباب الأهلي هو من تفوق بهدفي جانييف ويحيى الغساني في الثلاث وعشرين أيضا تفوق بهدفي ماتيو ساو وفي كأس سيد صعب سمو رئيس الدولة هذا كله من يوري سيزار يا سيزار يا هدف يا سيزار وضع سيزار لكن الراية 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 كانت حاضرة على اللعب يوري سيزار لذلك الهدف يلغى الهدف يلغى في اللقطة وفي اللعبة المالية هدف يلغى في شؤط المباراة الثاني نوري سيزار اللي وضع الكرة في الشبايك وتمكن من التسجيل لكن الرأية كانت موجودة وتسلل حاضر كرة تعود الان في الخلف محاولة سلام إن شاء الله لسعيد سريمان كاسكاردو نواف زيوذي يعلن عن وجود خطأ ونذكر في أن الشباب الأهلي يلعب كامل العدد أمام نادي بنياس اللي يلعب ناقص العدد بعد طرد اللعب جواو فيكتور في شوط المباراة الأول وتسجيل تسجيل اللعب يوسمون ياكاتي هدفين في شوط المباراة الثاني هدف الخطأ في مرمام وهدف سجل في شباك نادي الشباب الأهلي هدف أعاد الأمر كرة ملعوب الان في الأمام محاولة إلى عيد خميس طالت على عيد والمحاولة مرت إلى رمية تمس آخر خمس لقات في بطولة الدوري وفي بطولة كالسيدي صاحب سمو رئيس الدولة انتهى بنفس هذه نتيجة هدفين مقابل هدف ترى عادت الان محاولة أمامية لإقلاق غليرمي بالام سعيد عزت الله بالام يستلم كرة بالام عادت الان محاولة لعيب 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 يوم سردار سردار عزمون الهدف الكبير فعلها فعلها سردار وسجل الهدف الثالث عزمون يضرب بالنار في ملعب النار ثلاثية للبرسان ثلاثية للبرسان فكر سردار عزمون بمهارة كبيرة للهدف الكبير فعلها سردار وعادت تقدم مرة أخرى بفارق هدفين ثلاثية للشباب الأهلي واحد للنادي بنياس هذه كرة كاسكاردو لعبها إلى سردار بالمهارة راوغ وحدة 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 قدمت تعرف الطريق قدمت تعرف الطريق جيدا لذلك الكرة راحت في شباك السماوي هدف ثالث جميل هدف ثالث راية سردار عزمون يسجل ولابد بأن يضع بصمته لابد بأن يضع بصمته في كل لقاء في كل جولة في كل مباراة عزمون يسجل الآن هدف آخر في جوط المباراة الأثاني ليعود ويتساوى مع يوسفون يا كتيب يتعادل الآن مع يوسفون يا كتيب بخمسة هدف سردار عزمون صفقة هذا الموسم سردار عزمون نعم صفقة هذا الموسم والآن الفرحة في المدرج الأحمر ومن أجل سعيد والكرة بتعود الآن محاولة لبالة نقالها خطيرة حارف تسديدا لكنها مرت والمحاولة عدت إلى ضربة زاوية سردار عزمون اللعب اللي عنده الآن 27 سنة وقبل عشرة عوام وهو في سن التاسع عشر تم استدعاه في 2014 للتواجد مع المنتخب الإيراني المنتخب الإيراني الأول اللعب اللي اللعب أيضا في بطولة كأس آسيا كنا نقول الآن عرضية محاولة بالرأس مرت سردار عزمون على بكرة ثاني أغلى لاعب إيراني على الإطلاق بعد من بعد علي رضا جهن بخش وكان أصغر لاعب إيراني يسجل في مباراة في دوري أفضل أوروبا كنا نقول الآن عرضية محاولة مرت وعدت وصلت مروقنا إلى واسلي واسلي واحدة ما بين الأخدام لكن الكنا فيها أو سايلي عفوا سايلي اللي لعب كرة ما بين الأخدام على بألة واحد لا شيء اللي سايلي على بألة في الأقطة الماضية وساردار اللي تم تقديمه لأول مرة في سنوات ماضية وتم انتشاف أوهبة وكانت عائلتها في رحلة في تركمالستان وكان من تاسع من عمره على فكرة بدايته ما كانت في كرة القدم ساردار يامون استنبور بدايته كانت في كرة الطائرة وتمتعوتا للانضمام إلى فريق كرة الطائرة الوطن الإيراني تحت سن 15 سنة وبعد ذلك ايضا اتجى لعالم الساحرة المستديرة في سن الخامسة عشر عندما انضم إلى صفوف شباب سابهان وقدم أداء راية في فترة أولى ثم انتقل إلى نادي روبين كازان في عبين وثلتاعش تمريرا في الأمام محاولة وصلت لكن تتخلص صادق وتبعد كان صغير عندما تم استدعال الانضمام لليل روبين كازان وهر لأول مرة في بطولة الدول الأوروبي ولعب ودخل كبديل في دقيقة الثانية والسبعين وفازه روبين كازان وسجل هدفه الأول في ظهوره الثاني فقط مع نادي روبين كازان عندما فازه ضد مولدي في الدولتية مقابل لاجين بعضا من سيرة هذا النجم اللاعب اللي عنده خمسة هداف في دوري أدوك المحترفين ساردار أزمون كرة بتعود الآن إلى رينان رينان يلعب كرة في وسط الملعب 67 دقيقة وفرعجان يقول لله ليجينا والمدرج أيضا يرد معا في الدقائق القادمة من هذا اللقاء كرة بتعود المحاولة ساردار أزمون 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 بنفس الطريقة يسدد لك الكرة تتخلص عادة مرة وخرى ضغط موجود محاولة أمامية راحت سهلة عند حالس راحت سهلة عند حالس المرمى ضنحاني نواف الزيودي يأمر بالاستمرار كنا بتعود للمحاولة بعد حاول أن يمر راحت سهلة أزمون هذه المباراة رقم 27 26 مواجهة سابقة جماعة البريقي في دور المختلفين فهذا الشباب الأعلي في 13 مبارا مقابل فوز بن ياس في 7 والتعادل كان حاضر على مكرة في 6 مبارا 3-1 بعد أن تكرر تنفيذ 2-1 في آخر 5 الإقاعات 3-1 مدى وظهرت في آخر مرة في تاريخ اللقاءات الفريقية 3-1 ظهرت في 2-1 وظهرت في دور المحترفين كان في دور الرديد كنا منقولة الآن محاولة لسعيد عزت الله سعيد بتمريره في الأمام لمونس دبور مونس طالة الكرة لمونس دبور آخر مرة كانت أسبوع العاشر بين بينه و 12 قبل 12 عام سعيد بيدرو يعطي تعليمات الآن للاعبي ويبحث عن إعادة الأمن مرة أخرى بهدف تقليص لذلك رح يدفع بيبي إسحاق على ما يبدو شيبانجو سعيد عزت الله تمريره في أجهة يمنى عيد خميس عيد خميس لسعيد خاطئة تمريره وحاول استعادها بشكل راية عندها كاسكاردو برونو يغير الاتجاه لعيد خميس عيد تمريره أمامية وصلت المحاولة للعب حارب حارب على نفسه إلى سعيد سعيد لم يجد أحد لذلك يضطر للعودة إلى الخلف اللعب السعيد عزت الله للمواطنة السعر دار أزمون لعيد خميس سعر دار سعر دار نقلة عرضية لمية لحاول سعيد عزت الله أيضا لعب فيه في مدريد في مستوب في الغرافة شباب الأهلي والردنج يعني مربز جارب عديدة ماركوبيت هي ترقرضية الملعب اللعب ماركوبيت لازار الصربي صحب 30 عام لعب اللي ليفربول في 19 مباراة سجل هدفين مولام وغازي اعتاب وطرابلزول أيضا كان موجود ولاما على ديباني أسهل اللعب الذي تم استدعال تنفيذ منتخب الصربي في 22 مباراة وسجل ثلاثة هدام مع المنتخب السعيد إسحاق تيبانغو رح يدخل إلى أرضية الملعب والكونغولي يدرك أرضية الملعب ودخول للي أيضا لاعب آخر كونغولي اللعب إسحاق تيبانغو واحد مش رين سلام لعب اللي ما زينبي كان موجود مع نادي النصر والآن مع نادي بنياز عبدالله لبلوشي أيضا تخل إلى أرضية الملعب دينا للماردوش بيترو يحاول أنه يعني يحسن من الشكل وطورة عيد خميس تمرير عمامية محاولة وصرت لسعيد عزلت الله خاطئة تمرير عادت المحاولة الآن لمسم سردار أزمون لعبها لكن أيضا الكرام تبعد والمحاولة بتعود من سايني عاول فيها المراسيلي وخطأ يحتسب لمصرحة اللاعب سايني خطأ يحتسب لمصرحة اللاعب على البرازيلي السايني اللي طلق على أرضية الملعب إن شاء الله يعود وشعفة وعافة سايني السوزا 24 عام لسايني السوزا شوفونا الهدف اللي ساتر بالخطأ لكن نعوض على طول لم يتأثر في ذلك الهدف بل أعطاه دفعة من أجل التسجيل سجل هدف على التقريص وكان يتمنى بأن يسجل التعادل لكن ساردان أزمون وكأن استفز هذا الهدف سجل هدف التقدم سبع تمريرات فقط من ثلاث تمريرات فاطئة شباب الله لحقق الفوز في أول أربع مباريات من الموسم المرة الرابعة لكن اليوم هو يطلع لتحقيق الفوز للمرة الثالثة في أول خمس مباريات بعد موسمي الـ 2013-2014 وموسم الـ 2015-2016 سبق والانتصر في خمس مباريات موتة ثانية سعيني والكرة اللي كان فيها استخلاص ثم الاعتراض اللي كان حاضر من أساين السوزام وسعيد عزت الله والمدرب أيضا سوزام يطالب بخطة لصالحها ولصالح فريقها ونحن نلعب الآن في آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعين في كل مكان وجماهير الجباب الأهلي بقيادة من أجيل السعيدة حتى هذه النحظة للوصول إلى النقطة 5.15 في أول خمس مباريات العلامة الكاملة هذا الارتقام من لوكا وفرحة المشجع الصغير للفرسال بهدف التقدم ثم بعد ذلك كارتاميام يسجل أو يصنع ويوسفون ياكاتيه هو من تكفل ليضع نادي شباب الأهلي في المقدمة ويكون بهذا الهدف بريق شباب الأهلي أكثر من سجل من ركالات ركنية ثم بعد ذلك بيوسفونيا كاتيم امتعدم عن سردار أسمون بهدف التقليص وربع رصيدة على خمسة أهداف الهدف اللي أسعد الأخضب سردار والسردار سجل بعد ذلك هدف التموق الثالث وهدف الخامس في هذا الموسم والمنافسة شباب الأهلي تمريرة منهم تمريرتين فقط خاطئتين تركيز كبير من سردار أسمون عن دولال بلوشي يلعب كرة طويلة في الأمام بالرأس من السيل النوبي طالت الكرة وعلت إلى رمية سماس هاكر مرام أيضاً كولينغ بريك في هذه اللحظات في الربع الساعة الأخير من شوط المباراة الثاني مدرج السماوي يشجع ويقوم بدوره وينتظر ردة وينتظر ردة الفعل منافسة أيضاً موجودة في العنجل يأخذ راحة حتى هو عنده كولينغ بريك عند دقيقة الخامسة والسبعين الكل يهدى يلتقطون الأنفاس بعد ذلك أمامنا ربع ساعة نتمنى بأن تكون مثيرة ممتعة الكل يقوم بدوره حتى نستمتع بدقائق تكون جميلة وقطارات الاتحاد اللي راح تصديف المعرض والمؤتمر العالمي للسكاك الحديدية والنقل والبنية التحتية من الثامن إلى العاشر من أكتوبر في مركز أدنك هنا في العاصمة الحبيبة أبو ظبيب يا ماركو فيتش ماركو فيتش واحد أيضاً من اللاعبين اللي عنده سي بي جميل يكفي القول بأنه ارتدى لازار ماركو فيتش ارتدى قميص ليفر بول لعب مع الليفر في 19 مباراة سجل هدفين في 5 تعوام وعير الافينارباتيا وسبورتين لاشبونة وهالف سيتي واندرلاق وفولهم في تلك الفترة ثم فارتزان يعني تجارب عديدة وارتدى أيضاً القميص المنتخب السربي اللعب لازار ماركو فيتش اللعب ماركو فيتش أيضاً عنده شقيقة فليبي شقيقة الأكبر اللي هو مهاتم لكن مش بشهرة لازار ماركو فيتش بينما هذا كرتابيا كرتابيا من أكثر اللاعبين تأثيراً وتقديماً للإضافة والمساهمة في هذا الموسم لنادي شباب الأهلي صنع هدفين ترك أرضية الملعب واللعب اللي تحصل أيضاً على جائزة الفانتاسي كأعلى عدد من النقاط إلى الآن أعتقد أن ميريس في هذه الجولة اللاعب اللي حصل أعلى عدد من النقاط في دوري أدنك للمحترفين في هذا الموسم اللاعب اللي يرتدي قميص نادي الجزيرة كرة وصلت الآن محاولة لمونس دابور دابور لعب لكرة تلتأت اليوم لعيد خميص عيد عيد لمسة أمامية لحارب حارب استلمها حارب عادة بالخلب لسعيد عزت الله سعيد والكرة العرضية سقوط على عرضية الملعب عن كامل فران عواب الزيوذي كان قريما لم يحتسب أي شيء من عمل باستمرار الله البكرة الشباب الأهلي أكثر مريح كسر نقاط بعد أن تأخرها في النتيجة ست نقاط اليوم وما تأخر في النتيجة تقدم من المداية بينما بنياس أكثر فرق دوري عدنك هذا الموسم اعتمادا على التمريرات الطويلة وما قام بهذا الشيء بالشكل المطلوب 232 تمريرة طويلة لنادي بنياس سيد النوبي اللي صانع أيضا وهو اللعب اللي ساهم فيه أربعة من آخر خمسة هدف لنادي بنياس في مرمى شباب الأهلي بمساهمته في هذه المباراة كرة بتعود محاولة عمامية يوسفو نياكاتي نياكاتي أو هذا إسحاق إسحاق نعم تيبانغو تيبانغو وبعدت الكرة من أمامهم والكرة فيها أيضا صافرة يبقى هدف موجات البريقين أندريس سنغهور هدف موجات البريقين سنغهور عنده ستة هدف الكرة بتعود الآن وحاولة وصلت لإسحاق تيبانغو تيبانغو لأدهم أدهم الكرة العرضية الأمساتي عادت مرة أخرى وحاولة فيها أيضا صافرة وفيها خطرة صافرة بانغو بالسلام ان شاء الله هي بالا شاء الله يبعض يبعض أيضا واحد من العناصر نانصر اللي لا ننتظر من الكثير واحد من اللاعبين اللي أيضا يعني ساهموا في هذا الموسم اللي يتعلق الشباب الأهلي وتقديم هذا المستوى واللي عرف كيف يستخرج منه الموسم بصراحة مدربة سوزا تفتيل قادم تفتيل قادم يترك رضية المنعم والي راح يتخيل رضية المنعم الصعب صراحة مهمة لسوزا كيفية اختيار الـ 11 لاعب الأساسيين المرس سواريس موجود في ذكات المودلات بالا فرحية القرضية المنعم كرة ممتولة لان عرضية محاولة تتخلص وتبعد عادة مرة أخرى لسهيل النوبي اسهيل يسلم كرة اسهيل يحاول لكن أيضا الكرة فيها إبعاد وصلت إلى السعيني السعيني السوزا لعمل كرة في الأمام محاولة من سوزا عرضية من سوزا الكرة مرت والمحاولة بتعدي لرمية تماث رمية تماث لمصرح تنادي بنياز سعيد سليمان اللي يقوم بدور أيضا كبير في هذا اللقام وتبديل قادم بالنسبة للسماوي اللاعب اللي راح يترك عرضية الملعب وربما يكون سوزا هذه كرة عرضية ومحاولة خطيرة لكل مقبالي أمسكه بكل تفات وهناك راية السلام إن شاء الله لحارس المرمى محمد مقبالي خميس الحمادي خميس صالح اسماعيل من نجم الكبير صالح اسماعيل خميس يستعدد أخوية لأرضية الملعب والجانب الآخر سواريس أيضا يستعدد أخوية لأرضية كرة بتعود الآن إلى بوقدان بلانيت يلعب كرة بالخل لي رينان رينان إلى مونس دابور مونس دابور احتمالية البوز 100% لنادي شواب الأهل عادت مرة أخرى لمسة عمامية محاولة خطيرة سعيد سليمان سدادها لكن الكرة راحت الكرة راحت والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى يا بوركا معاناة كبيرة معاناة كبيرة هذه اللقطة وهذه المحاولة سعيد سليمان حاول أن يركنها لكن الكرة على تلعارضة إلى ضربة مرمى ضربة مرمى لليه مسرعة نادي بنياس هذه الكرة الخطيرة والمحاولة اللي حب فيها إلى بوركا اللي يضعف في بيه الشباق لكن الكرة مرت والمحاولة عادت إلى ضربة مرمى كنياتهم النبيجو ست الأول أهدافه في هذا الموسم خميس صالح اسماعيل سليل النوبي يد القرضية الملعب بعدما استاهم أيضا في الصناعة في شوق المباراة الثاني صانع الهدف الوحيد أهدافه جميعا كنا منفولة لنمامية ناكبر وخطط كترة لها الأخطى في شعوط المباراة الثاني والصافرات لكن الفرسان حتى هذه النحظة في مهمة مكتملة مهمة ناجحة مهمة فيها انتصار خامس للمرة الثالثة بعد 2013 وبعد 2015-2016 أول خمس مباريات خمس انتصارات متتالية للفرسان ريق اللي بدأ هذا الموسم بالا اللاعب اللي ترك أرضية الملعب ودخول لسواريس لسه تكون زعلان على خروج بالا لكن تمرح أنه اللي دخل سواريس نجم يدرك أرضية الملعب نجم ويدخل نجم خمس الحماد يدخل إلى أرضية الملعب دينا لسهل النومي من تفديل أيضاً آخر في هذه المباراة وفي هذا الليل كنا بتعود الآن إلى بوكدان بلانيت بلانيت يعود بالكلة إلى الخلف للمقبالي حمد تمريراً إلى السعيد عزت الله شباب الأهلي بدأ الموسم بانتصار على البطايع ثم بعد ذلك أيضاً الانتصار على نادي عجمان ثم التفوق على الوحدة ومونس تابور 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 يا عيني يا تابور تابور لابد في أن تكون له نضغف لذلك سجل الآن تابور مونس يكمل الفرحة ويكمل الليلة في مرعب النار التي المرسان يتحوقون الآن أمير رباعية أربعة واحد مونس تابور البديل الهدام هذا هو بديل وعنده أربعة كلما دخل من دقة المودالا سجل سعيد سليمان اللي اقتنص الكرب ونقلها إلى مونس تابور قال له ونسنا التغهم في شباكهم بهدف رابع في شعوط المباراة الثاني أربعة أهداف هذا البديل اللي عنده أربعة الأساسي عنده خمسة تعرف في هذا الفنيق لا تعرف من تضع أساسي ومن يكون في ذلك المودالا ويحسب أيضا للمدرب سوزا والزهاز الفني والإداري العمل الكبير في نادي الشباب الأهلي وكيفية تهيات اللاعبين بأنهم يدخلون من ذلك المودالا ودائما يقدمون الإضافة وهذا العمر تكرر مع الفرسان شاهدنا بالعم يدخل يقدم الإضافة يوري سيزار يدخل يقدم الإضافة كرتابيا كذلك مونس تابور من ذلك المودالا يدخل يقدم الإضافة يحيى الغساني يحارب غيرهم من اللاعبين والأسماء اللي تقدم الإضافة كلما دخلوا من ذلك المودالا بهذا الفريق مونس دابور يسرمت الأربعة وهو نعم أقل عدد من الدقائق مع نادي الشباب الأهلي كرب تعودنا بالأمام محاولة وصلت تمريرا مونس دابور 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 تمريرا اللي حارب سقط حارب وركل الجزاء ركل الجزاء راية راية وتسلل راية وتسلل راية الجزاء احتسبه في البداية ثم عادا واحتسب الراية وتسلل مونس دابور يقولنا أن الكرة الماضية ما بيتسلل وسردار ماسق الكرة ورايح اللي راية الجزاء وهذه الكرة لحظة التمرير لحظة التمرير النقلة التي وصلت لمونس دابور وبعد ذلك التمريرا والسقط على أرضية المرعب والراية التي رفعت الكان متسللا هذا الهدف اللي سجل ما كان متسلل مونس دابور اللي سجل الرابع هتافا اللاعب اللي عنده 32 عام واللعب اللي يلعب مباراة الـ 25 واللعب اللي في هذا الموسم لعب فقط 111 دقيقة فقط 111 دقيقة وسجل أربعة أهدام سردار أزمون لعب في هذا الموسم 360 دقيقة يعني ثلاث أطعام عدد دقائق اللاعب اللي عنده أربعة أهدام جمهير الفورسان السعادة بأربعية وينتظرون الآن القرار من عربة المار هل هناك ركل الجسام إذا ما كان بيتسلل هو بس جودي يتحدث وينتظر ولسه إلى الآن القرار لم يأتي بعد لكن 23 وعشرين هدف سجل قبل هذه المبارات خمسة هدف سجلت في في هذه المواجهة يعني وصلنا إلى 28 هدف وباقي مبارتين لا هذه الجولة راح تكون الأعلى الجولة الأكثر تسجيلة نعم هذه الجولة راح تكون الأكثر تسجيلة لي الأهداف نواف سيودي ينتظر والقرار هل هناك ركل الجسام وشتع البورسان يقول بأن الكرة الماضية فيها فيها ركل الجسام ما هو القرار القرار بماذا بركل الجسام ركل الجسام نعم ركل الجسام للبورسان وبالخمسة يبحثون الآن على الانتصال الخامس ركل الجسام من على تنفيذ اللاعب سردار أعطى الكرة لسعيد عزة الله سردار أزمون أعطى الكرة لسعيد عزة الله يوحان يوحان وربما هذا الهدف رقم سبعة وعشرين نشعد ونتابع سعيد عزة الله يبحث الآن عن أول أهداف سعيد 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 للخامس وبالخمسة يضربون بالخمسة يضربون سردار أهداهالي سعيد كل أرسم السعادة أفرحهم يا سعيد بهدف خامس من أجل الوصول للانتصال الخامس على ثواني والوصول إلى النقطة رقم خمستاش وبالخمسة في ملعب النار الأهلي نار الأهلي نار شباب الأهلي نام نار في هذا اللقام وفي هذا المساء يضربون بالخمسة في شعوط المباراة الثاني سعيد عزة الله يرسم السعادة ويتحوق نادي الشباب الأهلي بخماسية مقابل هدف واحد خمسة واحد نتيجة ثقيلة جدا نعم نتيجة ثقيلة وانتصار عريض في هذا اللقام وفي هذا المساء الظروف أيضا يعني لما تساعد رادي أبا نياز كان يلعب بعشرة رعبين من شعوط المباراة الأول بعد طرد اللعب دوو بيكتر في الدقيقة الثانية والاربعين كورم العبلان محاولة وصلت لأمام نقلم وانطلاق لكريضا في اتدخل حكم اللقام يامر باستمرار اللعب ويعلن عن وجود ضربة مارمة ضربة مارمة هذا عيد خميس اللاعب اللي عاول في الكرة الماضية سردار زمون سجل تسعة هداب بتسع مباريات مع شباب الأليم في كل المسابقات وانيا كاتي سجل أيضا في سبع مباريات مدة تانية مع نادي بنياز في كل المسابقات هذا الموسم أرقام تدون وأهدام تسجل وانتصارات عريضة أيضا في هذا الموسم بالنسبة لنادي شباب الأهلي اللي أصبح الآن هو الأكثر والأقوى هدوما كرة بتعود الآن محاولة قبل المباراة كان عندها 13 هدف الآن بالرباعية الكرة بتعود حلوة 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 يا السلام يا السلام على كرة يا سوريس لكن عدد خلال ركلة ركلية ركلة ركلية في اللقبة في اللعبة الماضية محاولة خطيرة جدا هذه التبريرة اللي ما كان فيها أي شيء على اللعب مونيس دابور لذلك القرار أحدسم بوجود ركلة جزاب في اللقبة وفي اللعبة الماضية 17 هدف الأقوى هجوما الأقوى هجوما كرة من العبلة العرضية محاولة تتخلص صليوته بعد عالية راحت بعيدة إلى ضربة مرمى ضربة مرمى هذا عيد خميس اللعب اللي اللعب الكرة الماضية لكن كرة عيد خميس مرت ومحاولة بتعدي لتصبح ضربة مرمى قرصة خطيرة كاد بأن يسجل في شباك فريق السابق فهد الضرحاني تصدى لها بامتياز وسوزا سعيد سوزا كيد سعيد بهذا الانتصار فريقه بعد أن تعرض للهزيمة أمامنا النساف الأوزبكي يقود مرة أخرين الطريق الصحيح وجهت القادمة في أقل البطولات يوم 19 أمام دبل حصن ثم الكويت الكويتي في بطولة دولي أبطاء العاسيات وشباب الأهلي قبل التوقف